اكاد اجزم بان القراءة هي اهم الاسباب اللي خلتني انا روان اليوم اهي اللي وسعت مداركي اهي اللي زادت خبرتي في مجالي عطتني هذا الهدوء اللي اغلبكم يتكلم عنه بالكومنت اليوم رح تكلم عن موضوع القراءة ومواضيع الاكثر طلبا عندي بالقناة اهلا معكم روان احب اشارككم محتوى مفيد وهادف واليوم رح تكلم عن موضوع القراءة في الجوز الاول من الفيديو رح تكلم عن كيف احنا ممكن نتبنى عادة القراءة ونقرأ اكثر شوية نصائح خفيفة وممتعة ومفيدة جربتها انا شخصيا ونفعتني وفي نهاية الفيديو رح اعطيكم بعض المصادر المجانية اللي تقدرون تقرون فيها كتب اونلاين مجانا سواء عربية او انجلش كيف انا اقدر اقرأ اكثر وكيف اخلي هذه العادة عندي اني انا اقرأ وافتح الكتاب يعني حالي حال الناس في ناس وايد تقول انا الكتاب بس ما اقدر اقرأ في البداية تحديد الهدف بدقة اهو اهم شيء يعني في ناس تقول انا خلال الشهر هذا رح اقرأ كتاب واحد انا بنظري هذا مو هدف يعني سهل الوصول له الاسهل اللي انا اقول كل يوم رح اقرأ عدد عشر صفحات فانا كل يوم قاعد اقرأ عشر صفحات انا قاعد اعود نفسي على هالعادة وقاعد اوصل حق هدفي بالتالي انا نصيحتي انكم تحددون عدد صفحات معين حق كل يوم تقرونها وليس قراءة عدد كتب معينة في الشهر النقضة الثانية حددوا وقت معين للقراءة في ناس تحب تقرأ الصفح اول شي اول ما تقعد وفي ناس تحب تقرأ بالليل في نهاية اليوم بعد ما تخلص اشغالها في ناس تحب تقرأ بالبريك حسب انتوا ما تحسون قدرة تركيزكم اكثر انا عن نفسي احب اقرأ اول شي الصفح لما اشرب قهوتي امبتر حل بهدو اركز اكثر بينما في نهاية اليوم احب اقرأ القرآن او اقرأ شي خفيف يعني شي يساعدني على الاسترخاء فانا اقرأ الصفح وبالليل لكن احدد نوع الكتب اللي اقراها ما بين هالاوقات النقطة الثالثة واللي هي اهم نقطة خصوصا حق الناس اللي مو عارفين شلون يحبون القراءة اللي هي خلوها ممتعة يعني انا مثلا احب الصفح لما قبل اروح الدوم اخذ كتابي واروح اشرب قهوتي نص ساعة قبل الدوم اقرأ شوي هذا الشي بالنسبة لي شي ممتع اهو قاعد يحببني بالقراءة قاعد اخذ وقت حق نفسي قاعد اشرب قهوتي وانا اقرأ بالمقابل في ناس تحب تتشجع على القراءة عن طريق الشالنجز فيسوون نفسه جروب ويتفقون على قراءة كتاب معين كلهم في نفس الوقت وفي نهاية الشهر راح يسوين له ريفيو مثلا او راح يتناقشون فيه فكل واحد يشوف شن الطريقة اللي راح تخلي هاد القراءة بالنسبة له ممتعة حاولوا تبتعدون عن اي شي ممكن يقاطعكم اثناء القراءة مثل الازعاج مثل اشعارات الموبايل وغيره فطفوا الموبايل طفوا الاشعارات حاولوا اذا تبتعدون عن اي ازعاج اذا تبتحطون سماعة او اي شي كان واقرأوا فيه هدوء تام بدون اي مقاطعة الحين راح انتقل حق موضوع اللي هو المصادر المجانية حق الكتب فيه وايد مصادر حق الكتب سواء كانت عربية او انجلش مجرد ما تساون تايب على جوجل تكتبون مصادر كتب مجانية باللغة العربية او تكتبون free books باللغة الانجليزية اول موقع راح تكلم عنه اهو موقع book bone الموقع هذا اللي فاتني فيه انه فيه كتب وايد تستخدم فيه بعض الجامعات وهذا شي راح يفيد وايد ناس كعتدرس في الجامعات سواء الامريكية او الاجنبية واي ان كان فحسيت الكتب اللي فيه فعلا مفيدة وتقدرون تعتمدون عليها واتطلعوا عليه في حال احتجتوا كتب اللغة الانجليزية بالنسبة للمواقع العربية فلقيت موقع اسمه مكتبة الكتب راح اطلكم رابطة تحت طبعا فيه كتب عربية منوعة من كل المجالات حبيت انه فيه كل المجالات كل المجالات سواء روايات او اشياء تنمية ذاتية او طبخ او غيره ايضا لقيت موقع باللغة العربية اسمه كتب pdf فيه ايضا كتب عربية باللغة العربية جدا ممتاز اتوقع وانت ولو بحثتوا اكثر في جوجل راح تلقون اكثر من هالمصادر وما راح تحصلون ان شاء الله اي مشكلة في انكم تحصلون اي كتاب مجانا ابتدي انا كن وصلت الى نهاية هذا الفيديو اتمنى استمتعتوا في الفيديو استفدتوا ولو شي بسيط اشوفكم بالفيديو القادم اشتركوا في القناة